هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة وقال رئيس الوزراء إن ثورة الثلاثين من يونيو تمثل يوما فارقا في حياة الشعب المصري الذي خرج بالملايين منطفضا ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن ليملأ مختلف المايدين في مشهد حضري شهد له العالم أجمع صانعا بذلك واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم المعاصر من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار لتبدأ في بناء الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال المقبلة